حياكم الله سيدة المشاهدين الكرام معكم أحمد عماد مراسل قناة بلادي في بابل تشهد المحافظة تنافسا انتخابيا بين 338 مرشحا ضمن 26 تحالفا وحزبا سياسي للحصول على 17 مقعدا نيابي بحسب الكثافة السكانية للمحافظة المرأة والبابلية لها وجود انتخاب آخر ومن منطلق الإيمان بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات يقدم تيار الإصلاح الوطني المرشحة وفاء كامل الحسناوي بالتسلسل 12 ضمن قائمة النصر في بابل وهي من مواليد 1974 حاصلة على شهادة البكالوريوس تربية وعملت ضمن اختصاصها في الجانب التربوي السيدة وفاء حسناوي ترشحت وفق رؤية إصلاحية تتطلع إليها المرأة العراقية فنالت بذلك قبول تيار الإصلاح مسيرتها في العمل الميداني السياسي انطلقت من مكتب المرأة التابع لتيار الإصلاح الوطني في بابل لتكون قريبة من واقع المرأة البابلية كما عملت كعضوا في مركز أعمال سيدات بابل وكان لدعم المدارس حيزا كبير في عملها من خلال عضويتها في منظمة اليونسيف هدف ترشح الحسناوي هو مواصلة منهجها العملي وتحقيق طموح الطبقة التربوية من خلال جهد عملي وواقعي يرتقي بالواقع التربوي والأكاديمي في العراق عبر رؤية إصلاحية تبدأ بسني قوانين في قبة البرلمان العراقي لتتدرج نحو التطبيق العملي وهذا ما سيكون في البرنامج الانتخابي لقائمة النصر ومرشحي تيار الإصلاح الوطني شكرا لكم للمتابعة سادتي المشاهدين استودعكم الله تعالى ائتلاف النصر مائتون وثمانية وخمسون